ده نصايح لتجنب حرائق المطبخ ضع دائما غطاء فوق طاصة الألي ضع الكبريت والولاع بعيدا عن أيدي الأطفال على نظافة البتجاز من الدهون والزيوت وبقية الطعام لأنها سريعة الاشتعال لا تستخدم أي أجهزة كهربائية بأيدي مبللة حتى لا تتعرض للصعق بالكهرباء أو حدوث حريق افتع علبة الطعام الساخنة أو قوان الطعام بعيدا عن الوجه لأن الدخان الساخن يمكن أن يسبب الحرق هل هناك نصايح أخرى؟ لا ده فيه أخطر من كده بقى أساس خيري إيه هو؟ اللي أخطر من كده الاختبار الخاطئ لتشغيل استوانات البتجاز الاختبار الخاطئ لتشغيل استوانات البتجاز في المنازل الأنابيل استوانات البتجاز إنه هو بيجيب ولاعة أو كبريت ويجربها وبعد ما بيوصل مجموعة الرأس بالبتجاز بيفتح سنة وبنمشي بالولعة أو الكبريت ويمشي بالولعة عشان نتأكد إنها ما بتصربش ده في منتهى الخطورة وده أخطر حاجة بتحصل حرائق أما لا تأكد زينا ما بتصربش بفوطة مبللة أو سفنجة مبللة بالصبو أي بس هو غسير أي بس هو غسير وبنبللة بتعمل فقاعات لو في أي تسريب لو أنا افتح لمجموعة الرأس بتعمل أي فقاعات خلاص انت كده فيها تسريب لأن لو هي حصل إن هي مسكت فيها النار ما انتش عارف عيب الصناعة اللي موجود في الاستوانة أو في مجموعة الرأس قد إيه حجمه أيوة حيوصل للنار قد إيه حيوصل للنار قد إيه ما يقدرش اللي واقف اللي هو ما هو أصله مش حاكمها إيد مسكة الولاعة وإيد مسكة مجموعة الرأس طب هو لو فيه نار هيعمل بيها إيه حقيقة أي أنهي إيد هو معهوش إيد تلتة معهوش يا أستاذ قيري إيد تلتة فبالتالي دي مشكلة طب إيه تاني النصائف عندما مخصوصاً نحن شوفنا إن حوادث الحريق معظمها بيحصل كمان في فترات الليل فمعنا كده فيه أشياء كما ممكن نقدمها للميس أنا ممكن بقى يا أستاذها كريمة دلوقتي إحنا بنتكلم دلوقتي فيما يقتص أو بنتكلم في موضوع المدفاقة والتدفاقة والكلام ده طبعاً إحنا مش هنقول للناس اللي هي ما تدفاش في برودة التاكس والكلام ده إحنا كلنا يعني عايشين في الجو ده ومش يعني صعب فلازم يبقى فيه تدفاقة أنا أعمل إيه بقى في الجاي يعني النصائح إيه أنا دلوقتي أوفر التدفاقة اللازمة للحجرة اللي أنا عايز هنام فيها أو وعد فيها أو المكان اللي أنا فيه قبل أما نام ومعد كده أقفلها أو أفصلها أبقى صاحي وشايف كل حاجة شايف كل حاجة يعني بعد ما تدفا شوية قبل ما نام بنصف شوية أقفلها وأنا بشغلها يا أستاذة كريمة برضو إننا تكون بعيدة عن استتاير المفروشات أي أساسات خشبية أي أشياء فيها مواد بترولية أو خلافه نبعد عنها نبعد عنها أو طبعا ما نحطهاش على ساجاجيت كمان لأننا ممكن أي طفل أي حيوان في المنزل أو أي حاجة يعدي يقلبها صحيح لو اتقلبت بقى في حريقة عس الجادة طيب دكتور ومخصة القهرباء طبعا أخيرا أنا عندي بيتي ما عرفش الأسلاك عاملة إزاي ما عنديش اللوحة دي إزاي راجع حاجتي إزاي يطمئن وأصلح ما لم يكن صحيحا في بيتي هو طبعا ده ممكن في قدمة العمل في الشركات القهرباء ممكن بطلب إن هي بيراجع اللوحة بتاعتي أقدر لنا أتأكد إن اللوحة بتاعتي مجرد المطلوب من بولي التأسيم مناسب بتاع اللوحة تتوافق مع قدرة العداد خاصة لو أن أنا بفكر أرفع قدرة العداد الخاص بي آآ الثاني حاجة طبعا مهمة إن أنا أبقى عارف اللوحة بتاعتي الفيوزات القدرات بتاعتها قد إيه وهل تتناسب معها أعرف اللوحة دي حديثة شوية أو في البيوت لا موجودة طول عمرها بس كان زمان عندنا المصهرات آآ لأ في المفتاح الرئيسي وفي لوحة فيوزات كانت موجودة آآ للاسف أحد المشاكل بتاعتها النظام الأديم من الفيوزات اللي هو كان بيشعروا بسلك وبعدين هو علشان ما يعودش كل شوية فروح جايب سلك تخين فما يفصل شيئا من الحريقة فاستبدال الفيوزات الأديمة دي بفيوزات من الأوتوماتيك اللي هي بتفصل أوتوماتيكيا ده أعتقد جزء مهم جدا من إنهما لما أرجع تاني زي ما حضرتك أشارت إن أشغل حمل بدون التواجد أو بدون إن أنا شايفه ده شيء مهم خطير جدا لازم أكون موجود أيضا زي ما حضرتك أشارت في بداية الحالة إن بعض الأنواع أخطر من غيرها يعني أي دفايات فيها عنصر متوهج مؤكد هي أكثر خطورة من اللي ليس لها عنصر متوهج أو ما بتشتغلش عن درجة الحرارة العالية لأن دي أكثر احتمالا لإن هي ممكن أن تؤدي إلى مشاكل إنما الأهم من كله أكون متواجد أن أستعمل بحذر أن ما كنش جنب مادة قبل الإشعال خاصة دلوقتي إحنا باستعمل كتير قوي الألكهول في التطهير ناس أتعمل معها أحيانا كمية ده مادة مشتعلة قبل الاشتعال ما جيش أجنب الدفاي وعمل مؤكد فلازم أبكون حاسم اشتركوا في القناة